اخ جلال بالنسبة الى الموظفين اللي يكونون موجودين في مكاتب النواب ومكاتب النواب دائما يكونون فيهم في مشكلة قاعدة تتكرر عند اكثر من نائب بعض الموظفين يستولون على الملفات وبعض الموظفين يبيعون الملفات على مرشحين او نواب وخلنا نكون صريحين انت تعرضت الى هذه المشكلة ان احد الموظفين في مكتبك اخذ ملفاتك بيانات الدائرة ووسائل الاتصال وغيرها من معلومات شنو القصة بعد؟ هذه الانتخابات والقضايا اللي مرت على كل المرشحين والنواب الحالين او السابقين ايضا ليس بس بالملفات ان اليوم سحبت بعض الملفات او بيعت بعض الملفات او لمنافسين اخرين اليوم اخذوا هذه الملفات ايضا بعض اللي موجودين في المكاتب اليوم دخلوا المعترك انتخابي ضد اللي هو النائب اللي في الدائرة نفسها بوجود هذه الملفات واستغلال المكتب الى برنامج انتخابي ما بعد الاربع سنوات وقاموا يطعنوهم في بعضهم البعض اليوم الموظفين هم نفسهم اللي في مكاتب النواب قاموا يدخلون على المنافسين ما لهم في نفس الدائرة انت حولت الى الشرطة؟ ما حولت اي ملف ودني واحتفظ في بنفسي وما فتحت اي قضية في التقرير السبب؟ السبب ان عدم فتح ملفات وانا ما عندي اي قضايا رافعنها على الناس في حياتي كلها اليوم فانا احتفظت هذا الشي لنفسي وللأسف يعني بعض الملفات هي تفتح بنفسها في القضايا والناس يعني الموجودة حواليكم